22 مشروعاً يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطاع الفلاحي بمدينة الحسيمة وتم إطلاقها منذ سنة 2009 ضمن الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخطر إضافة إلى مشاريع تندرج ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسط وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش قام بزيارة تفقدية لمجموعة من مشاريع في إقليم الحسيمة وتحدث بشكل خاص عن تقدم في مشاريع تجرير في الإقليم وهو مؤشر على إمكانية تحقق الأهداف المحددة في أفق عام 2020 بالإضافة إلى مشاريع تهم السلاسل الحيوانية كان قد تم إطلاقها بغلاف مالي قيمته 57 مليون درهم منذ بداية مخطط المغرب الأخضر ترست قيباً 6500 هكتار اللي هي الآن موجودة ومخطط ديال المنارة اللي فيها واحد اتفاق باش ترس 8000 هكتار وغادي تبقى لأوبراسيون ديال الغرس لأن الأغلبية ديالها ديال اللوز في أكثر من ألفين هكتار ديال اللوز الوبراسيون ديال الغرس إن شاء الله غادي تبدأ في هذا آخر شهر ديسمبر لأنه هو الشهر الموالم يعني باش يمكن يكون إن شاء الله هات الغرس أما فيما يخص مشاريع التشجير المندرجة ضمن مشروع الحسيمة منارة المتوسطة فقد سجل وزير الفلاحة عزيز أخنوش تقدم الأشغال بشكل ملموس إضافة لتقدم أشغال تهيئة المدارات المخصصة للغرس بنسبة 90% وأكد أخنوش على أنه يرتقب زراعة المساحات المتبقية ضمن مشروعي وسط توقعات بالانتهاء قبل الأجال المحددة بسنة وغادي نكون إن شاء الله في الموعد ديال الغرس قبل يعني الموعد ديال 2019 فيما يخص طرق هات السنة غادي نكملوا في آخر سنة 20 كيلومتر يعني في شهر أفريل غادي نوصلوا الـ 60 كيلومتر وفي شهر أوت غادي نوصلوا الـ 100 كيلومتر اللي هي يعني الاتفاقية اللي تعملت مع المنارة وهذه المشاريع كلهم يعني اللي طابوا وبدأوا فيهم ولذا المعشي تخدأوا وإن شاء الله سنكونوا يعني في المستوى زيارة وزير الفلاحة إلى الحسيمة شملت أيضا للطلاع على مشاريع الري والتهيئة الهايدروفلاحية وكذا تقدم إنجاز مشاريع تهيئة المسالك القروية مشاريع قال وزير الفلاحة والصيد البحري إنها تهدف بالأساس إلى فك العزلة عن المناطق القروية خصص لها غلاف مالي قدره 144 مليون درهم